السلام عليكم ورحمة الله اهلا ومرحبا بكم في درس اليوم فاليوم ان شاء الله سوف نتعرف على 30 عبارة بالفرنسية تستعمل في الحياة اليومية فهذه العبارات او هذه الجمل التي سوف اذكر فغالبا نستعملها في حديثنا اليومي مع الناس فاول عبارة عندنا هي لا داعي للقلق فاذا ارد ان اقول لشخص لا داعي للقلق او لا تقلق او لا تقلقي فاقول بالفرنسية ففي الكلام بالفرنسية نقول ونحدفها فهذا يعني يكون فقط في الكلام ولكن الصحيح هو يعني اذا اردنا ان نكتبها يعني رسميا فنقول نو تنكيت با وتنكيت با فهي فقط كنقولها في الكلام باش نختصره الصحيح والصواب هو نو تنكيت با يعني لا داعي للقلق او لا تقلق العبارة الموالية تعال معي فاذا ارد ان اقول لشخص تعال معي او رافقني او رافقوني فاقول بالفرنسية فيني افك مو فيني افك مو فيني تعال افك مو يا معي تعال معي ففيني افك مو فاقولها لاني مجموعة من اشخاص او شخص يكبرني سنا او شخص احترمه واذا كنت اتكلم مع شخص اصغر مني او معي في نفس السن فاقول فين افك مو فين افك مو اذا افك مو لشخص اكبر مني او مجموعة من الاشخاص وفين افك مو اقول لشخص اصغر مني ماذا يعني فاذا ارد ان اقول ماذا يعني هذا او ماذا يعني فاقول بالفرنسية كسك سا فيدير كسك سا فيدير كسك سا فيدير فانتبهوا هنا فالسي درنا لها هاد لا سيدي علاش باسك اه سي اذا كنتقدمها ا كنتقوها بك وانتبغي تنقول سا كسك سا فيدير كندروها هاد لا سيدي باش سي كنتقوها بسا ماشي بك داكو كسك سا فيدير ماذا يعني كسك سا فيدير لم افهم فاذا ارد ان اقول لم افهم بالفرنسية فهي جنبكم با جنبكم با جنبكم با فعنا لو verب جنبكم با فأيضا هنا في الكلام بفارنسيين إذا بيت نسهل أو بيت نختأسرو فكه نقول جنبكم با جنبكم با فالفارنسيين غالبا يقول جنبكم با يقول جنبكم با ولكن الصحيح و الصواب هو je ne comprend pas في الكلام ممكن نقول je comprend pas ولكن نبغيت نكتبها الصحيحة هي je ne comprend pas العبارة الموالية هذا غير صحيح اذا أردت أن أقول هذا غير صحيح أو هذا ليس صحيح فأقول ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai فهنا أيضا إذا أردت أن أختصر هذه الجملة يعني في الكلام فقط فأقول ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai كنحة دفو أ وكنحة دفو أن وطنقول ce n'est pas vrai ولكن الصحيح هو ce n'est pas vrai donc لابد نكتبها غنقول ce n'est pas vrai العبارة الموالية أنا لم أرى هذا من قبل فإذا أرد أن أقول أنا لم أرى هذا من قبل بالفرنسية فنقول je n'ai jamais vu ça avant je n'ai jamais vu ça avant فهذا الجملة اللي بتنختصر في الكلام فتنقول j'ai jamais vu ça avant j'ai jamais vu ça avant يعني كنحيد فأقول بالفرنسية il est très salabre il est هو très salabre هي مشهور جدا فsalabre هي مشهور il est très salabre يعني مشهور الجميع يعرفون ذلك فإذا أردت أن أقول الجميع يعرفون ذلك بالفرنسية فهي tout le monde le sait tout le monde le sait فهنا le monde le monde لك أنت عندي غير هذه كلمة بوحدة le monde هي العالم العالم هو le monde donc tout هي كل كل العالم يعرفون أو يعرفون ذلك ولكن لا نقول كل العالم فنقول الجميع أو جميع الناس يعرفون ذلك donc tout le monde le sait إذا أرد أن أقول جميع الناس فالفرنسية هي tout le monde جميع الناس tout le monde tout le monde le sait يعرفون ذلك العبارة الموالية إنها مكلفة جدا فإذا أرد أن أقول على شيء أنه مكلف جدا أو باهد ثمن أو غالي جدا فأقول c'est très cher c'est très cher فالشير بالفرنسية هي غالي أو باهد ثمن أو مكلف donc هي شير c'est très cher هي إنها غالية جدا أو باهدة ثمن أو مكلفة donc هي c'est très cher أنت محق إذا أرد أن أقول لشخص أنت محق الفرنسية فهي لتأكيد هذه العبارة كلهم بالفرنسية هما بيان سور بيان سور بيان سور فهنا تكتب بأكسون سيخ كونفليكس بيان سور يبطبع أو طبعا أو أكيد شكرا جزيلا إذا أردت أن أقول لشخص شكرا جزيلا بالفرنسية هي ميخسي بوكو ميخسي بوكو فهذه العبارة مشهورة ومعروفة يعني عند أغلب الناس ولكن المشكلة فينكين هو في طريقة الكتابة فالعديد من الناس يخطئون في طريقة كتابة ميخسي بوكو ستعمدوا أن أكتبها لكم هنا فميخسي تكتبوا بي سي سي هدها اي دونك ميخسي بوكو بأ آ م سي أو و ب تنكتبوا بفرنسية مع أننا ما كان نتقوهاش ولكن تنكتبوا ميخسي بوكو بفرنسية في آخر الكلمة فبزاف نتعى الناس كيكتبوا لي في التعاليق ميخسي بوكو ولكن للأسف كيكتبوا بطريقة خاطئة فلهذا يعني تعمد نكتبها لكم باش تعقلوا عليها يعني كنفضلت كتبوها في ورقة أو في دفتر وتبقوا تعاودوها حتى تعقلوا لطريقة الكتابة نتاعها فالسي اختوها تبوكو فهي شوية مع قدا بالنسبة للناس المبتدئين فهي شوية مع قدا في الكتابة فانتمنا تحفظو كيف كيكتب فكتب ببي حدها أ آ أو والس حدها أو أو بي فهنا كيف قلت كنكتب ببي مع أننا ما كنتقوهاش ومن هاد المنبار كنقول لكم مارسي بوكو والتعاليق اللي كتخليوا لي ففغيمون كتفرحوني وكتشجعوني باش نقدم لكم المزيد المزيد من الدروس فكنقول لكم حتى أنا مارسي بوكو فالعبرة الموالية عطلة سعيدة إذا أردون أقول لشخص عطلة سعيدة فأقول بالفرنسية رحلة سعيدة شهية طيبة شهية طيبة بالفرنسية فانتبهوا هنا بنسبة البون أبيتي فالعديد من الناس يخطئون ويقولون بون أبيتي على أساس نون فيميني يعني على أساس أنها مؤنث ولكن الصحيح هو بون أبيتي بون أبيتي لأنه أبيتي مسكولا أو مذكر فبون غنكسبها مسكولا حتى بون أبيتي والصحيح فكرة جيدة إذا أردوا أن أقول لشخص أن الفكرة نتعني فكرة جيدة بفرنسية هي بون إده بون إده أو أرجو بالفرنسية هي جسبر جسبر آمل أو أتمنى فمثال أتمنى أن يكون كل شيء بخير أو أملو أن يكون كل شيء بخير بالفرنسية هي جسبر جسبر متأكد دونك متأكد جسبر متأكد أشبر غير متأكد جسبر جسبر أشبر فتقريبا يعني أبارة التي أتكرت فكنت قولهم إلى المعاهة الماسكولية أو المعاهة المذكرين يعني مع المؤنط ومع المذكر فبحل بحل ممكن يش فرق بالمؤنط وبالمذكر في جميع القربان هذه العبارات لسبق وذكرت Donc Je ne suis pas sûr هي أما أنا غير متأكد أو أنا غير متأكدة كن حذر أثناء القيادة كن حذر أو احترس أثناء القيادة أو انتبه وأنت تقود بفرنسية هي لعبارة الأخرى بالفرنسية هي Je sors du travail à 7h Je sors le verbe sortir du travail le travail والعمل à 7h donc 7h il y a السابعة 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 Je sors du travail à 7h أضعتوا هاتفي فإذا أردت أن أقول أضعتوا هاتفي بالفرنسية فهي J'ai perdu mon téléphone J'ai perdu mon téléphone هي أضعتوا perdu أضعتوا mon téléphone هاتفي فالتéléphone هو الهاتف mon téléphone هو هاتفي ليس لديا الوقت الآن أو ليس لديا وقت حالي بالفرنسية هي oundria Je n'ai pas le temps le temps هو الوقت Je n'ai pas le temps maintenant maintenant هي حاليا أو الآن maintenant ونقدروا نقولوا أيضا maintenant maintenant يعني غير في الكلام باش نختصرو كنقولوا maintenant فإذا بنختصر هاتف j'ai pas le temps maintenant فهاتف j'ai pas le temps maintenant فهاتف j'ai pas le temps فَنقدر فقط نقولها في الكلام باش نختصر ولكن ميمكيش لي نكتبها فهذا نكتب العبارة الموالية من فضلك يملأ هذه الاستمارة فهذا العبارة غالباً غاتسمعوها في المطار اللي هو الايروبور أو غاتسمعوها في الفندق اللي هو الوتيل هاد العبارة بالفرنسية هي سيلو بلي رمبلي سي سوفور مولار من فضلك يملأ هذه الاستمارة بالفرنسية هي سيلو بلي فهيا من فضلك رمبلي سي إملأ سو Diskارة سي لبلي رمبلي سو Diskارة من فضلك يملأ هذه الاستمارة أو من فضلك يملأي هذه الاستمارة هل تماري سالريادة بالفرنسية هي ports كية تزما في نظري فإذا أرد أن أقول في نظري برأيي في اعتقادي حسب اعتقادي بالفرنسية هي أمون ناوي أمون ناوي أمون ناوي أعتقد أن فإذا أرد أن أقول أعتقد أن أظن أن بالفرنسية هي جو كروة ابنك مهذب جدا إذا أرد أن أقول ابنك مهذب جدا بالفرنسية هي طن fils est très bien élevé طن fils est très bien élevé فطن fils وابنك est très bien élevé هي مهذب جدا يعني كنت أقول بالدريجة المغربية مربي مزيان يعني مربي مقدب هي très bien élevé فبهذا نصل لنهاية الدرس والنصحة اللي نعطيكم هي هذه العبارات أو هذه الجمال اللي تعلمنا اليوم فكي يخصكم تبقوا تستعملوهم في الكلام انتعكم باش تعقلوا عليهم فاستعملوهم مع أسجقائكم أو مع الأبناء انتعكم باش ترسخو لكم في عقلكم وما تنساوش اللي عجبوكم هذه العبارات فشاركوهم أو بارتجوهم مع الأسجقائن تعقلكم كي يتعمل الفائدة باش تساهم ويتعلموهم ويبقوا يتكلموا معكم بهم ونتلقوا في حصة مقبلة إن شاء الله اشتركوا في القناة